قد ورد عند أهل السنن من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لينال شيئاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يعني رائحتها وجاء في حديث آخر بأن من طلب العلم يماري به السفهاء ويجاري به العلماء لم يدخل الجنة وحينئذ علينا أن نحذر من أن يكون عندنا رغبة في شيء من أمور الدنيا بطلبنا للعلم وإذا تقرر هذا فإن الناس فيما يتعلق بالعبادات ومن تلك العبادات طلب العلم على أربعة أصناف الصنف الأول من طلب العلم لله لينيله الآخرة فهذا موحد مؤمن له الأجر العظيم والثواب الجزيل وهو الذي وردت النصوص في تفضيل أهله والثناء عليهم والصنف الثاني من الناس من يطلب العلم لله لينيله الدنيا فهذا ليس له من الأجر شيء لأنه لم يقصد الأجر والثواب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن نوى الدنيا بطلبه العلم لم يكن له أجر في الآخرة وإذا وفد يوم القيامة ولم يكن عنده شيء من الأعمال التي يريد بها الآخرة ورد خالي الوفاض ليس معه من الحسنات شيء يقول تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ويقول جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهكذا بقية العبادات يحذر الإنسان من أن يكون قد عبد الله بها لينيله الدنيا فإنه بذلك يضيع أجره وثوابه فمن الناس مثلا من يدعو الله جل وعلا للأمر الدنيوي ويقصد بهذه الدعوة مجرد الأمر الدنيوي فهذا يفوت على نفسه الأجر والثواب ومثله من كان من أهل الأذكار التي يقصد بها دفع العين أو إبعاد شر الحسدة والسحرة فإنه بذلك لا ينال أجرا ولا ثوابا بأنه لم يقصد الآخرة بهذا الذكر وأما الصنف الثالث من أصناف الناس فيما يتعلق بالعبادات ومنها طلب العلم من يطلب العلم من أجل رياء الخلق فهذا شرك أصغر لا يخرج به صاحبه من الملة لكنه يأثم به الإثم العظيم فمن طلب العلم من أجل أن يكون له المكانة والمنزل بين الناس فأولي يتحدث الناس بالسناء عليه فقد دخل بابا من أبواب الشرك الأصر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصر الرياء وقال صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع سمع الله به فالرياء محبط للعمل مبطل لأجر صاحبه وأما القسم الرابع من أقسام من يطلبون العلم من يتذللون لغير الله بطلبهم للعلم ويعبدون غير الله بذلك الطلب فهذا من الشرك الأكبر الذي يحبط أجر صاحبه وعمله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء